في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقعت القافلة الطبية الكشف على ما يقرب من 1200 مواطنين على مدار يومين بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصصين بالإسماعيلية وضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرى بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كل الأدوية كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية إلى المستشفيات مجانا نحن نهاردة في أحد كرة مركز الأساسين في قارة الشروق أحد توابع الكرة كمان جايين كلنا لخدمة أهلنا دون سلسلة القواف التي تنظمها حياة كريمة بالتنسيق مع مدينة الصحة بالإسماعيلية نحن نهاردة عندنا جهاز أشعة وكل أسبوع عن الأسبوع التاني بنضيف حاجة جديدة في خدمة أهلنا والنهاردة عندنا تطعيم ضد فيروس كورونا نحن نهاردة الأهالي كلهم جايين منتظرين هدية الرئيس ترجمة نانسي قنقر